ألقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني كلمة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية وذلك في إطار مشاركتي في اجتماعات الجلسة العام الثالث عشر للجمعية البرلمانية الأسيوية والمنعقدة خلال الفترة من ثمانية وحتى عشر يناير الجار في أنطاليا بجمهورية تركيا تحت عنوات تعزيز تعددية الأطراف في الدينميات العالمية المتغيرة وفي مستهل كلمته ثمن البركاني البرلمان التركي على حسن الضيافة والاستقبال ناقلا تحايا مجلس القيادة الرئاسي ونوابه البرلمانيين اليمنيين إلى كافة الحضور وقال البركاني بأن هذا الاجتماع يحمل آمال وتطلعات شعوب أكبر قرات العالم مساحة للحسم نحو برلمان أسيوي يجمع المصالح الاقتصادية والمواقف السياسية لتحقيق التعاون بين دول الأعضاء والقارة في ظل التحديات وخاصة الإرهاب والميليشيات والتدخلات الأخرى وأشدد البركاني أن هناك العديد من التحديات تتطلب العمل بشكل جباعي من أجل الانتقال إلى منظمة إقليمية قوية وقادرة على تجاوز التحديات المشتركة الكبيرة الدول الأسيوية والتي تتعلق بالتدخلات الخارجية والبينية وبما يحقق احتراب سيادة الدول واعتبار الأمبراطوريات الاستعمارية البايدة تراثا من التاريخ مكانه التاريخ ولا مكان له في الحاضر والمستقبل وأشار إلى التدخل الإيراني في زعزعة استقرار اليمن ودعمها جماعة الحوث الإرهابية مؤكدا على ضرورة التصدي لمحاولة إحياة فكرة الاستعمار وضرورة التعايش بين دول القارة من سجام كامل وتعاون تام مشيدا أن البرلمان الأسيوي يشكل نقطة البدء في تعزيز قيم الشراكة القائمة على النفع والإفادة والتصدي لكل انتهاك لسيادة الدول الأخرى